أنا مفروض أعمل إيه بقى مع ولادي في فترة الامتحان أول حاجة لازم أعمل أن أنا أبعد عن التوتر والقلق طب إن إحنا بيجي منين التوتر والقلق من أن أنا كأب أو أم قاعد أقول له زاكر الامتحانات ما فاضلش اللي يومين ما فاضلش اللي يوم إحنا مش نعرف نلم المنهج القلق بتاعي أنا اللي أنا عيشته زمان هيعمل مدرسة أنا بنقله لولادي فزي ما إحنا كنا بنتكلم من شوية مع مدام رانيا برضو خلي فترة الامتحانات فترة عادية جدا زيها زي أي يوم تاني خلال السنة ابعد عن القلق والتوتر وإن أنا أوصل القلق وتوتري أنا وكأني أنا اللي بمتحن فعلا مش ولادي اللي بمتحنه ده بيوصل لولادي فبالتالي أنا بنقل لهم القلق والتوتر وأنا عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا إن في عندنا عقلين كده عقل اسمه عقل عطفي وعقل اسمه عقل تحليلي العقل التحليلي ده اللي أنت بتسمعني بي ومركز معي بي والعقل العاطفي اللي فيه المشاعر اللي فيه التوتر اللي فيه الخوف أول ما العقل العاطفي ده يشتغل المعلومات بتتنسي يعني أنت لو مذاكر كويس جدا ودخلت الامتحان ارتبكت أو قلقت أو زعلت أو اتضيقت أو العقل العاطفي ده يشتغل أنت هتنسى المعلومات هتفتكر بعد ما تخلص الامتحانات فاخدوا بالكم من القلق والتوتر اللي أنا بمرسه مع أولادي بيخليهم ينسوا المعلومات اللي هم مذاكروها لان هو دايما هيبقى رابط في دماغه الدرجات ماما هتعمل ايه يان هرابط لو جبت درجات مش كويسة الحتة دي لو انا داخل بيها الامتحانات انا هنسى هنسى المعلومات اللي انا كنت مذاكرة نبتعد بقى عن فكرة الزعيق والمقارنات بينه وبين زميله وبينه وبين احد من اخواته المعايرة ان انا افكر ابني بان السنة اللي فاتت هو جاب مجموع مش كويس السنة اللي فاتت هو محلش كويس انت بتفكره فانت بتخليه في حالة نفسية اسوأ توقعات العالية من ولادي ان هما لازم يجيبوا الدرجات الفول مارك في كل حاجة ابعد عن الفكرة دي تماما الامتحان زي ما احنا اتفقنا مش بيقيس مستقبل الطفل طبعا من الحاجات المهمة جدا يعني لو انتو بتتخنقوا مع بعض بابا وماما ارجوكم على الاقل في فترة الامتحانات بلاش نتخنق احنا بلاش نتخنق عمتا يعني ولكن على الاقل في فترة الامتحانات نبعد تماما عن الخلافات الزوجية او الصراعات او المشاكل اللي بيننا وبين بعض برضو فترة الامتحانات يجب علي ان انا امتنع عن التلفزيون والموبايل بديه امتى؟ بديه بعد نهاية اليوم بتاعي بعد ما يكون عمل اللي عليه وزي ما اتفقنا في حلقة الموبايلات والشاشات ان ده وقت محدد ما بيفضلش معاه طول الوقت كمان احنا لازم نوفر بيئة هادية بقى كده فيها محبة وفيها قبول وان انا بحبك وان انا بقبلك في كل الاحوال وان احنا ممكن نكون بنلعب وان احنا ممكن نكون بنعمل التمارين بتاعتنا البيئة نفسها فيها هدوء وفيها محبة كمان عدم ربط الامتحانات والتفوق في الامتحانات بحقوق الطفل حقوق الطفل اللي هي ايه؟ السفر واللعب والحب ما تربطش الامتحانات والدرجات اللي هو بيجيبها ان انا هحرمه من اللعب ان انا هحرمه من السفر ان انا هحرمه من حب ليه ده ماروش علاقة خالص بدا كمان فكر ابنك بالنجاحات السابقة يعني اقول له ده امتحان سهل زي الامتحانات تحت السنة اللي فاتت وعدناها وموضوع سهل والموضوع بسيط انت انجحت قبل كده اكتر من مرة وانجحت قبل كده كل شهر فأنت بتنجح على طول فكر ابنك بنجاحاته السابقة مهم هو أن أنا أحط جدول بالاتفاق مع ابني زي ما إحنا كنا بنتكلم من شوية أن أنا أحط جدول بيني وبين ابني هنعمل إيه النهاردة علشان عندنا امتحان بكرة علشان عندنا امتحان الأسبوع اللي جاي الجدول ده مهم جدا يتخلله إيه بقى يعني جوه الجدول ده لازم بقى فيه وقت للراحة لازم بقى فيه وقت لللعب لازم بقى فيه وقت للهزار لازم بقى فيه وقت للحياة لازم أكون بس تمتع في حياتي حتى لو كان أنا عندي امتحانات دور الأب والأم هي فكرة المراجعة والإشراف فقط لا غير أنا مش بذاكر لولادي وأرجع تاني أقول إن إحنا مش مفروض إن إحنا نذاكر لولادنا نعلمهم إزاي يتعلموا لكن أنا براجع وبشرف فقط في حتة مهمة جدا ممكن تخلينا نوفر على ولادنا التعب النفسي إن أنا أعده مسبقا إن إنت لو لقيت حد في اللجنة بيعيض بينهار ده ممكن تلاقيه خليك إنت مركز مع نفسك وكأنك انفصلت عن العالم كله اللي حواليك فهنعده ممكن نقوله كمان ممكن تيجي تحس إن إنت ناسي عادي جدا لكن إنت لما تتحط في الامتحانة هتلاقي كل الأفكار بتجيلك وكل الأسئلة أنت هتعرف تجاوب عليها فأنا بعده مسبقا إيه الحاجات اللي ممكن تقابله في الامتحانات كمان مهم جدا جدا وإحنا بنتعامل مع ولادنا في فترة المذاكرة عمتا يبقى فيه تهوية في المكان فيه أكسوجين لأنه ده بيساعد المخ على إنه هو يركز وينتبه يبقى فيه جنبينا كوباية مية كل شوية ابني بيشرب شوية مية لأنه أصلا الجسم عبارة عن تلتين ومية فنقص المية ممكن يؤدي إلى نقص التركيز والانتباه كمان مهم جدا الأكل الصحي وده اللي إحنا هنتكلم كمان شوية مع دكتور مجدي نازيه عن إيه الأكل الصحي اللي أنا ممكن أعمله مع ولادي في فترة الامتحانات أو عن متى المفروض ده يكون نظام حياتنا اشتركوا في القناة